عاش سألك عن خالد بيبو خالد بيبو مدير كورة في النادي الاهلي ودائماً بيتحط في مقارنة مع كابتن سيد عبدالحفيز هل خالد بيبو يؤدي عامله بشكل جيد في النادي الاهلي ولا في مشاكل في الفرقة ونسمع كلام كتير على السوشال مادية تحديداً لما الاهلي بيخسر أو بيتعادل من الفرقة فكة في مشاكل في الفريق خالد بيبو وضع ايه في النادي الاهلي طيب علشان بس ما نزلمش حد اي مقارنة مع اي مدير كورة في تاريخ النادي الأهلي كله مع الكابتن سايد عبد الحفيز بالأرقام والإنجازات والبطولات في صالح الكابتن سايد وبتظلم أي حد يشتغل جنبه تاني حتى الأسماء اللي الناس بتقول عليها أسماء عظيمة بالمدة كلها في صالح الكابتن سايد كده كده المقرنة مش أرقام أنا أكلميك مقرنة على فكرة السيطرة سيطرة يعني الكابتن سايد اللي قاعد سنين يشتغل في المنصب ده أكرنه بالكابتن خالب بيبو اللي بقاله كامشة في مشاكل في مشاكل على اعتبار أنت لسه داخل عايز تعرف السيطرة اللعيب اللي انت بيتجيبه جديد داخل النادي الأهلي بياخد الوقت عبال ما بينساجم ويتأكل في مشاكل الأزمة اللي حصلت وخلت الناس بتتكلم أن أنت الكابتن سايد كان مستقر كانش فيه أي مشاكل كان فيه اتفاق كبير جيب الدم بينه وبابين كولر فأنت غيرته مرة واحدة وبالمناسبة كان فيه الجلسة اللي أجلت الجلسة اللي هي النهاردة لك كانت المفروض جلسة بين الكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط وكولر كولر كان مجاهز النوع مش شكوى نوع عنده بعض التحفظات على الجهاز الإداري كابتن خالب بيبو الجهاز الإداري اللي معاه والجهاز الطبي للنادي الأهلي بسبب مدة غياب اللعيبة المصابة والتشخصات بعض التشخصات خطيئة في اللعيبة بتقال عليها جهزة تنزل الملعب ما هياش جهزة في اللعيبة بيقول لك خلاص بقيت سليمة تنزل إصابة تتجدد عندها مرة تانية فده كان كولر تابوا ليه عنده تحفظ على الجهاز بيبو هو شايف أنه هو ما بيوفر لهش الدعم والحماية اللي كان موفره له كابتن سيد عبد الحفيز بيقول لك أنا في حاجات بره الملعب أنا بأتفاجئ به يعني كان حتى الأزمة بتاعت كهرباء والفرح بتاع أخته ويحضر ولا ما يحضرش الكلام ده كله دخل فيه كولر مع أن الكلام ده أيام الكابتن سيد خلاص جلسة ما بين الكابتن سيد واللعب والموضوع بينتهي تماماً هو عنده بعض التحفظات شايف أنه أداء الكابتن سيد أداء الكابتن خالد مش بنفس القوة بتاعت الكابتن سيد وبالتالي من حق الراجل المدير الفني أنه هو يبدو اعتراضه على الأهل طيب لو أبدو اعتراضه هالله هيطلب عودة الكابتن سيد عبد الحفيز بعد المباراة مزيم بلو ما فيش غيره يعني أنت عشان تغير الكابتن خالد بيبو مش أتجيب حد تاني يعني لو الكابتن خالد بيبولاي يكمل بيرجع كابتن سيد عبد الحفيز إنما عش تجيب اسمي تالت ده صعب لو عارض على الكابتن سيد عبد الحفيز يرجع هيوافق بالنسبة كبيرة جدا بصقاً فيش حد يقدر قول للأهل لا خصوصاً الكابتن سيد في ناس كده معينة يعني بعض الأسماء في الوسط بتقول له النادي الأهل وهو مغمض يروح يفتح الباب الصبح قتليها والواحد يعني ممكن يبات قدام النادي كمان